اه مساء النور شباب وبنات وكل اللي يعني تابعوني اه يا رب الموفقين للجميع اول نقطة حابب احتي عنها اليوم طبعا هذا الفيديو راح يكون فيديو للنصائح طريقة الدراسة اه امور نصائح ان شاء الله نصائح بما يخص الدراسة نصائح بطريق حياتك الدراسية بشكل عام بما انه اسم القناة study is the life فلازم نحتي عنها للنقطة طيب مبدعيا اول نقطة اقاعد اشوف انه المشاهدات اه قاعد انا تصل فيديوهات معينة ثلاثمية وكذا اه بينما المشتركين مو ثلاثمية فيارات اللي ما اشترك بالقناة ياراتي اشترك لان هذا بالنسبة لي ادعم اه حتى انزل هوا فيديوهات من هذا النوع وهو بنهاية دعم دعمكم بالنسبة ليه طيب اه اليوم اللي راح احتي عنا طبعا راح احتي على ثلاث محاور اساسية اللي هي اه الطريقة بالدراسة شون ادرس هي بشكل عام طبعا هاي النقطة اللي راح اتجأ لها الفيديو يعني عنوان الفيديو راح يكون هو نصائح حول الدراسة اه ولكن راح الفقرات اللي راح احتي خلال هاي النصائح عن الدراسة هي اللغة اه او طريقة الدراسة شون الدرسون ونصائح عامة اوكي طيب اول شي من ناحية اللغة اه طبعا حبيت ارى لكم اليوم هذا الرفرنس اه اللي هو اه قايتن اند هال اه تكستبوك اوف ميليكال فيزيولوجي تيرتين اديشن على ما اعتقد او يعني انا شخصيا اللي مقرر انه اول راح اتعامل بياه ان شاء الله بالسمستر الجاي هو هذا انا متعامل بياه قبل ويمكن دارس ربعة هذا الرفرنس انا دارسه ومتأكد بالضبط بس انا دارس منه هاي شابترات اه هذا الرفرنس شنو هو هو عبارة عن ميديكال فيزيولوجي ليش اقول انه ما هذا اول واحد راح نتعامل بياه انه احنا من السمستر الجاي راح نبلش بالميتابولوزم والميتابولوزم تبلش من نانا اوكي طيب اه مبدئيا اه ليش طلقت هذا الرفرنس لان انا سراحه احب هاي نقطة النقطة الثانية قاعدوا تشوفون ضخامة الموضوع احفاي شونا ما عدوي اا سوري على هذا الشي طيب اا بالنسبة لهذا الرفرنس قاعد تشوفو انه قاعد تلاحظون انه الكلام هوية بعد يعني كده بالنسبة لكم شي مهول ما شاء الله حتى قبل لا تشوفوا بالنسبة لكم هو شي مهول آآ شوفون انه الكلمات شوفون طبعا ما متعودين على هي شي حشو غدا نقول هزمين بها المعنى ما متعودين على هي شي انتم متعودين على انها تكون الصفحة بيها يعني ماكسما في العشرين سطر بينما من هنا يمكن هسه ضربة صفحة بيها اكثر من عشرين سطر آآ هذا الرفنس راح يكون تعاملكم ويهيجي اشياء بالمستقبل طيب هاي هيجي اشياء ضخمة كبيرة احتاجة جهد احتاجة طريقة تتعامل بها وياها انا كنا طبعا هسه حاليا اقرأ هاي الصفحات اكو صفحة يعني اكو صفحات طبعا اتمر علي خلال خمس دقيق يعني كلها مخلصة كلها مخلصة خلال خمس دقايق فقط مو اكثر بينما هسه انتو صفحات الماديكال الفيزيكسي اللي قاعد درسوها قاعد تاخذ منكم يمكن انكو طلا بيقولون ساعة كاملة الصفحة كلها تاخذ ساعة كاملة طيب بالنسبة للرفنس موضوع مختلف ويعني بالمستقبل ان شاء الله تعرفون شنو قصدي بالموضوع المختلف طيب اروح لشنو اروح الى الانجلش موضوعنا الاول اه بالنسبة للانجلش راح احتي لكم اني تجربتي بالانجلش من الاول ما بلشت ادرس انجلش ولي قصدي بهاي الطريقة قصدي مو بالجامعة وانما بالمدرسة اه طبعا كنت ثالث متوسط خلصت الثالث متوسط واني بالانجلش مثلي مثلكم مثل ما كنت اهتم كثيرا ما كنت احفظ هواي كلمات ما كنت اتعامل مع الموضوع لما اه اتقلت للعدادية اني حطيت براسي هيج شي قلت انه الاعدادية يعني شنو معناته يعني مستقبل يعني اه معناته الكلية اللي راح اروح لها كل جهدي كل اللي راح اسوي راح يتحكمه بمستقبلي هيج حطيت براسي جيت على مادة مادة طبعا اندخلت للعدادية شنو في المتوسط الصراحة ولا حد ما يعني سيء بالدراسة مندخلت بالعدادية تغير كل شي اني غيرت كل شي بداية ما حد قال لي ما حد قال لي لا انه انت يعني لازم تتغير لا اني غيرت من عندي اني شفت اني حسب طموحي كنت انسان طموح واطمح انه اه ادخل كلية الطب اه ما اذكر صراحة بالضبط انه اذا كنت بالاعدادية اريد كلية تطب ولا لا ما اذكر بالضبط بس المهم انه يهمني اتقدم يهمني اتطور هذا اللي كان يهمني وسورة ان هذا الفيديو راح يكون يمكن بيحاتيه باية بس خلنا اعتبرها دردشة خلنا اعتبر رايتيشي اه بلشت بالرابع اعدادي بالنسبة للانجلش كان يعني كانت هي بالنسبة مهولة مسألة الانجلش مثل ماها سهية بالنسبة لكم انها كل ما افتح الكتاب اقول يعني شون واحد يدرس بالانجليزي شلون هذا السؤال اللي يطرح دماغي علي جيت انا اجاوب عليه كانت اكو مدرسة اعتقد اسمها ستنسرين كانت بالثالث تقول لنا انها الطريقة الوحيدة حتى تنجحون بالانجليزي بكتاب الانجليزي وطبعا بالثالث كان بكالورية هي ان تلزمون الكتاب كل كلمة تقروها وكل كلمة ما تعرفوها تترجمها وتحوظوها هاي الطريقة اللي تتعاملون بها وهي الموضوع طيب انا اخذت الفكرة من عندها ولكن طبقت هذا الرابع الرابع السويت افتح كتاب الرابع اول صفحة الغلاف ما هو هالصفحة الغلاف فعليا اقرأ الكلمة اللي تطلع انا ما اعرفها اروح اكتبها خليها بجدول هتاحفظها تعاملت بها الطريقة طبعا كانت بالبداية انه اه الى حد ما طرفتي بالحفظ الغيبية شوية بس المهم انه كان عندي استعداد هذا اللي يساعدني انه عندي استعداد اريد احل المشكلة اريد اصير بالانجليش يعني طاليق يعني اريد اصير قوي بالانجليزي كان عندي هذا الدافع لانه الانجليزي لغة مهمة لانه الانجليزي لانه 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 وشي حلو انه تكون قوي بالانجليزي هذي شي حلو اوكي ولكن الاشياء الحلوة غالبا تحتاج الى جهد تحتاج الى احيانا يكون طرق طويلة ما فعب الضبط شنو اه فلي سويت شنو كمت فعليا انه كل كلمة تمر يعني اقرأ كل كلمة حتى التمرين مو مو بس الكلمات المهمة لا فعليا كل كلمة كل كلمة وفعليا اكثر بعد انا اقرأ كل حرف حتى مثلا هاي اتساطرة اللي هي اي تي سي او اي تي سي اللي تكون بنهاية الكلام معناته اتساطرة معناته الى اخره اه هاي حروف يعني مو كلمات اه رحت لسا عندنا ذكر انه اريد افهم هاي الحروف الاختصار ادري بها اختصار ادري بها معناته الى اخره بس اريد الكلمة بتحفظ الكلمة وسألت الاستاذ واقتها وقال لي انها هاي الكلمة كتب لي اياه وحفظتها بهذا المعنى كان عدي اهتمام اهم شي اهم شي هسه انتو يكون مفروض ادكم هو الاهتمام اهتموا اهتموا بالانجليش مهم هو يعني شغلكم به قاعد شوفوها المصادر يعني قاعد شوفوها شان انه كلها كلمات حشو كلماته هواية اذا انت تخيل اذا انت مثلا حتى تقرع هاي من انا لتنانا اوكي تحتاج انه ترجم كل كلمة او على الاقل بهاي المقطوع يحتاج لك فد يعني فد عشر كلمات تترجم هنا فد شي ترى يعني شي مهول شي مدعب وما رح مرح تقدر تكمل يعني ما رح تقدر تقرع هواية يعني تشرح لك كل شي يشرح لك القصة كاملة من البداية للنهاية وتكون انت محتاج بس للنهاية ولكن حتى توصل للنهاية لازم انتقرها من البداية للنهاية احيانا احيانا دائما فهاي الطريقة هاي طريقة انه حتى تكون قوي لازم يعني حتى تقرع بشكل صحيح لازم نكون قوي باللغة طيب بعدين تسويت شون شون تعملت في الموضوع طيب عدد كبير من الكلمات اذا انا كل كلمة مربية احفظها اذا اكون عدد كبير من الكلمات طبعا قاعد احتيار رابع اه رح تسويت قمت اسوي جدول طبعا مو هذي الجدول شنت اكتب بالدفتر بس بعدين اكتشفت انه يعني الدفتر ما شاء الله ابلش به اه يعني خلال يمكن اسبوع واحدة انا بغير اربع دفاتر والسبب انه كل شوية اشق الصفحات وارجع عيدا اشق الصفحات وارجع عيدا لانه الخط ما يعجبني او ترتيب ما يعجبني والى اخير طبعا الحلة تقدي المشكلة بالسادس علمي الى ان وصلت للسادس علمي يلا اه قمت اسوي جدول على الورد طيب اللي اسوي شلون كنت مثلا اه يعني كان كان بالنسبة لي حفظ الكلمات يعني هو عبارة عن شغف يعني شيش غني اكثر مادة كنت اهتم بيها بالاعدادية هو الانجليزي طبعا قاعد احتيار الرابع الرابع اعدادي والخامس اعدادي بالسادس قل اهتمامي لانها قوة عندي اللغة فقمت ما احتاج انه اهتمه وايه فاللي كنت اسويه اطلع مثلا هاي ابيت ابيت اطلعها اترجمها والفظها جدا مهم انك تلفظ الكلمة تعرف لفظها الصحيح كنت استخدم اه يعني اه يعني اه هادا اه بعدها موجود ما شاء الله يعني صار لفترة صراحة ما استخدمها اه لانها استقعتمد للجوجل بالموبايل يعني صارت الدراسة بالحاسبة صراحة اه 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 ايه ايه اذا تريدوا هذا اله هذا اله البرنامج تلقوا يعني ابيت المهم ابيت ابيت هذا يلفظ الكلمة كنت اهتمة بلفظ الكلمة قلت يعني هي اعرف انه محاور اللغة تتعلم لغة اه مقسومة على عدة محاور منها القراءة منها يعني انه تتكلم تقرأ تتكلم اه تكتب كل هاي المحاور كنت اراعيها بكل كلمة بشكل منفرد يعني من اجي هاي الابعيد شا سوي بها هاي قاعد اقرأني هسا برفنس هذا الرفنس اللي ما اعرف اليوم مش بيه طيب قاعد اقرأ بهذا الرفنس اوكي طلعت ادي كاني ما خاننا نشوف مثلا طلعت ابزورد اوكي ابزورد اروح للهنونا اكتب ابزورد طبعا هذا اه ما رح يطلعها ابزورد رح يطلعها ابزورد رح يطلع يعني يرجعها الاصلها ما رح ياخذها يعني كفعل يعني كفعل ما هذا اعني كفعل مغارئ ولكن يطلعني بنفسه باقتل ماضي مالتها يعني يعني اطلعي ايه ما عرفين يطلعي بس ويطلعي اكتب لي اياه طيب ابزورد ابيت ابزورد سوري ابزورد احنا هنا لفظتها اول شي اسوي مو اكتبها اول شي اسمع اللفظ يش كانها بطريقتي اسمع اللفظ اسمع اللفظ اسمع اللفظ اسمع وارددوية اطلعها اربع مرات كل شوي اسمع طبعا حسب الكلمة اكو كلمات اه من اول مرة تعلق بذاكرتي واكو كلمات لا مرة مرة كلمة ظلت اه يوم كامل كل شوي ارددها ما قاعدت تنحفظ ما قاعد يعني كلفظ ما قاعدت تنحفظ اللي هي اكوميديشن اكوميديشن ظليت ما امعرف شنو اللي يصار بهاي الكلمة هي مصعبة بس ما عرف ليش ظليت يوم كامل بهاي الاكوميديشن انه احاول احفظها كلفظ كانت صعبة ما عرف ليش المهم فا اكوميديشن ظلت اكرر اعيد بيها يوم كامل الى ان لفظتها الى ان لفظتها طبعا هو ان كنت الفظها بس كنت الفظها انساها وهاي النقطة ما انسيانها سنتعامل بيها طيب اه طبعا بعد اللفظت بعد اللفظت اجي اكتب اكتب الكلمة اكتبها بخط ايدي طبعا بايدي اخلي قلم يعني كنت استخدم اقلام هواية اه هواية اصرف اقلام تنت بس هذا الموضوع وطبعا اروح اجيب بند هذا البند ما الاوراق طبعا اجيب بند ما استخدم دفاتر لانه هو اصرف بكثير و اه يعني احلى احلى بالاستخدام احلى من الدفاتر رعوني اشوف بشخصين طبعا كلوا عدوا طريقة ما قاعد احتي على هذا انا هذا الشيء يراجع لكم بس انا كنت يعني اكتب القصص بالموضوع انه كنت اكتبه هواية اسماء اللفظ طبعا انا يعني هذا الفيديو راح يطول شوية وسرع على هذا الشيء بس انا حجيت هذا الشيء سابقا اوكي ولكن هالمرة اريد يكون الى فيديو خاص بهذا الموضوع لانه مهم يعني قاعد اقول لكم تجربتي واني استفاديت منها وقاعد اشوفون انها من خلال محاضراتي قاعد اشوفون انه من اقول لكم شيء يعني هو قاعد يجيني فيه الباقي حلو واشكركم على هذا الشيء وحتى من يعني دكتورة قبل شوية راسالتها قلت لها دكتورة ارجو شوفيني القناة طبعا كنت اعرفوها مني الدكتورة اه وقطتني رأيها وكان رأيها شيء جدا مشجع اه فالقصد انه اه شيء جميل من عدكم اراءكم حلوة لطيفة اه فقاعد يشوفون انه امكانياتي بالشرح الحمدلله اه هاي الامكانيات او هاي الامور ما اجدتي من فراغ وانا ما اجدتها لانه اني دقيق بالدراسة دقيق جدا بالدراسة المعلومة اللي اقراها ما يهمني المعلومة نفسها اوكي يهمني شون اجدتي بالاول بعدين يلا لمعلومة تراتب اريد تراتب بالمعلومات الان لو يقول لي هسه مثلا قاعد يقول لي اريد تربط لي انت قاعد تحشيني عن موضوع جيتني هسه رأسا لا اريد تربط لي بالاول اوكي فالقصد انه يكون طريقتي بالدراسة دقيقة و اه يعني دائما ارجع لي ورا دائما احاول انه يعني اتابع تسلسل بالافكار تسلسل بالافكار شيء مهم صراحة احكي هذا الشيء بعدين ولكن القصد انه اريد يعني انقلكم تجربتي واتمنى انه اه تستفادم من عدها وتكونون اه مبدعين بمجالاتكم ومبدعين بدراستكم ومبدعين بكل شيء اتمنى منكم هذا الشيء طيب نكمل من ناحية اللغة قلنا نسا انها ابل شيء اه اني الفض الكلمة اجي اخذ الكلمة اوديها با اه سواء كان يعني قمت اني استخدم صراحة الجوجل تراسليتر باللفل ولكن كنت سابقا استخدم هذا البرنامج واني اشوفه هذا اضبط يعني اشوفه اضبط ما اعرف بس الجوجل يعني لانه على انترنت وشي حديث يعني يعني اعتقد صار افضل ولكن بوقتها كان هذا بنسبة لي افضل طيب لفظتها اكتبها لازم اكتبها بيدي بحيث انه خلص يعني ما بتروفون انه ابلاغ لازم اكتبها بيدي شيء مهم انه اكتبها بيدي جدا مهم ويمكن انه بالبداية رح يكون صعب عليكم او كان صعب بالبداية اكيد انتو حافظني قبل كلمات اكيد كان صعب بالبداية ولكن مهم وبمرور الزمن رح تشوفون انه اسهل اسهل شيء من بين كل الني الكتابة انا اسه وصلت لهاي المرحلة انه مسألة الكتابة عندي شيء جدا جدا سهل جدا سهل لانه اتبعت هاي الطريقة طيب انا اجيت مثلا هسا عندي هذا اليوم انا حفظت ذني الكلمات كل هن الموجودات هسه بهذا الواحد حفظت ذني كل هن حفظت ذني كل هن حفظت ذني كل هن طبعا اه حجينا احنا على اللافظة حجينا على الكتابة بس ما حجينا على المعنى المعنى لازم كل كلمة تعرفون معناها الصحيح لازم تعرفون معناها الصحيح ان هاي هاي ممتلكاتك الكلمة كل كلمة من ظن الكلمات ممتلكاتك مهم انه تعرف ممتلكاتك تعرفها بالضبط شنو معناتها لانه اذا ما عرفت شنو معناتها ما رح تعرف تستخدمها فلازم تعرف معناها الدقيق اوكي طيب نجي اهسا مثلا ابيت ابيت معنات حسر قل ضاق اوكي دي كريز هما تنقل انكريز مواكستها ازداد دي منيش هما تنقل فيد هما تنقل ويكن هما تنصار ضعيف او طبعا فايد معناتك ii مثلا كاطبت�2015 hood انه اللي يقول انه مثلا تغسل ملابس بلغة سالة يقول انها الملابس فايد او كي يعني شن معناتك او كالورفايد كالورفايد اسم طبعا فايد معناتك يعني لونها راح مثلاً هيصار بها color fade فشون طبعاً شون تعرف دني يعني معناها الحقيقي الصحيح الدقيق تروح العمو google google translator اما اندي انترنت طيب الصور على هاي التأخيرات اللي قادة تصير طبعاً الوقت مو صحيح يعني لحد يبقى الوقت مو صحيح اقطيكم الرمز ما اندي مشكلة طيب اصف على هاي التأخيرات طيب اه نكمل بهاي طبعاً انا قلت لكم يعني شرحت لكم هاي التأخيرات قبل بس هسا قاعد احاول اركز به وكلش اه مثلاً او خلينا بالا فاتكن مهين شوية كومبرمايزيشن برا حفظناها كومبرمايزيشن ايه ميش صح طيب ايه كومبرمايزيشن هاي كومبرمايزيشن طبعاً نفس الشيء مهم اه كومبرمايزيشن اشقائي يقول لي معناتها اه توصل الى تفاهم اه فضح سوا بحل وسط اه قبل بتسوية اه مذلة يعني بالعربي انا ما اروح العربي صراحة اكو كلمات اكو كلمات اه يعني بالعربي تفهمها رأساً اه اكو كلمات لا بالعربي ضايعك ما تفهمها مثل الكلمات اللي بالعربي سهلة انه يعني مثلاً ابزور معناتها ينتص وبالعربي يعني فهمت خلص ما محتاجة اروح للانجليش بس اكو كلمات لا بالعربي ما تنفهمها تروح للانجليش طيب شم معناتها قاعد يقول لي اه 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 يكشف اه اه اكريمينيت 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 يعني ما تطعني لحد الان معنى اه ستل ستل اوكي ها يعني ستل اه 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 اوكي اه 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 طيب ستل طبعاً انا يعرف معناها لهذا السبب اجيت رأساً على ستل اه نجي هنا مثلاً اه 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 طبعاً هاي اكزامبلز يعني القصد اللي قاعد اقولاً ما رح يعني حتى ما يطول الفيديو ولو هو يعني طال او او اولادي يعني طال بس حتى ما يطول اكثر بعد اه 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 هذا يطينيها بالعربي وقاعد يشرح ليها بالانجليز الكلمة الوحدة. اوكي فالمعنى تريدون معاني تروحوا للجوجل و لا تروحوا للعربي بس. اكو كلمات ما ينفعوا اياها العربي مثل مساومة. احنا البرحة شنو كانت 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 هي عبارة ان هوني اريد اقيس واريد اقيس وشن شون اعرف مثلا لازم اسوي التسوية اوصل التسوية اوصل الحل بحيث انه او احصل اكبر قدر ممكن من من نفس الوقت اكبر قدر ممكن من فسويت التسوية اختارت اللي يوصلني لهاي النقطة طبعا اللي شاف محاضرة فهم قصدي. فالقصد انه اني هسا مرت عندي الكلمة بثلاث مراحل المرحلة الاولى انه اني سمعتها. المرحلة الثانية كتبتها. طبعا قبل 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 سمعتها صراحة انه هو المعنى اهم شيء المعنى اول واحد فعليا المعنى المفروض يكون اول شيء تروح انت تكتب الكلمة اه تفهم معناها تتفاعل ويا الكلمة انا اريد اعرف معناها لفظها حلو اه يعني اه حلو خلو نشوف شنو معناها احجية هي عبارة حزورة حزورة اريد اعرف معناها اروح اعرف معناها. ابحث عن معناها لازم ابحث عن معناها انان اجي اقراها. اهنان مثلا ما ما توصلت اهنان ما تطني ما تطني شيء اجي الهنان اقراها حتى لو اذا اهنان كلمة ما تعرفها ترجمها ترجم ذلك كلمات اذا ما تعرفونها مترجمها مو مشكلة اعتبرها انه عبارة عن اه مصطلح بال بالميديكال فسيكس قاعد تقرأ. اوكي. نجي مثلا انه قريتها انا طيب فهمت معناها بس اريد اريد مثال. يجي هنا انا يطيك مثال. بهاي الطريقة تقرأ. بهاي الطريقة ينقر الانجليزي. بغير طريقة انا اعتبرها فاشلة. بغير طريقة انه مجرد يعني لفظ سطحي انا هسا اترجم لكم. ابت. ابت معناها شيء. طيب. ابت دي كريز. بعد اه شقدنا اه دي منش. منحسرة. تخفيز. اه يقلل. كل كل واحدة من ادهن. كل واحدة منهم معناها متشابه. متقارب. طيب شون اميز ماريناتهم. بس ما اعرف كل واحدة معناها الاساسي. وين استخدم اياها بها جملة. شنو معنات ابيت? وين استخدمها? مالتها شنو? وهكذا. هاي الطريقة الصحيحة اللي درسون بها المعنى. فعليا درسوا الكلمة. هم احفظوا الكلمة. درسوا الكلمة. طيب. حتنا هواي عن هذا. وانفعلت شوية. اذا ما كان يعني اه اللي يخرج من القاب يدخل بالقلب. اللي يخرج من اللسان. اه ما يدخل حتى للراس. طيب. اه خلصنا هسا من شنو? انا اول شي رحت للمعنى. اهم شي عندي المعنى. رحت للمعنى. فهمت المعنى الدقيق. ارجع هماتين للنص. رجعوا للنص. للنص اللي اخدتوا من عند الكلمة. وربطوا. شوفوا انه قاعد يقول لي هاي ابيت معناها كذا. طيب خلي اربط فعلا يتراكب المعنى. يتراكب مع البقية ولا لا. هذا مهم. اه بعدها تلفظون. طبعا تلفظون الكلمة. اه نحفظ اللفظ. حفظ اللفظ. هو طبعا انا برأي الشخص انها. مجرد انه فهم المعنى. اللفظ الصحيح. اللفظ الصحيح. لا تروحوا لي انه اه الفضها حسب ما تقراها. لا. اللفظ الصحيح. اللي يتعلم يبلش من البداية يتعلم شي صحيح يظل صحيح. اللي يتعلم لا انه انا الفضها شيء وا اه يعني واكتبها شيء. لا انت يعني الفضها اللفظ الصحيح. وعلى اساس اكتبها. تعامل مع كل كلمة بشكل منفرد. طيب. انا لفظتها. ارجع اكتبها. كتابة. اوكي. وبعدين. طبعا انا باللفظ اسمقها. وكتابتها. اقولها. احتيها. احتيها. اضل اعددها. ابيت. 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 وهكذا. 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 بهذه الطريقة. طيب خلصنا من هيا. اه وين نروح بعد. اه حفظنا الكلمة. خلصنا من هذا كل شيء. بعد شنسوي. حفظت انت هسا كلمة ذنني طبعا. اه ذنني ستة. ذنني اشر كلمات. حفظت انت اشر كلمات. اليوم انت قابل ايتك حسب. حسب قابل ايتك. انت قسمها. لا تحطك وتحفظ لي باليوم ميت كلمة. اوكي. وما تستفاد. ما تركز. كل واحدة ما تركز بلافظها. ما تركز بمعناها. ما تركز بكل شيء بها. مجرد انه حفظت يعني خلصت اليوم ميت كلمة. مرت على ميت. انت فعليا مرت على ميت كلمة. انت محفظت ميت كلمة. طيب. وبس بنفس الوقت ما تحفظ لي خمس كلمات تقول حتى اني اسيطر على الموضوء. لا. خلي حل وسط. احفظ كمية عدد من الكلمات بحيث انه يعني يسمح لك هذا العدد بانه تتقدم بسرعة مثلا عشر كلمات باليوم شيء لطيف. جيد جدا. ممتاز اصطني اذا استمرت. مثلا واحد يقول لا اني ادي هواي كلمات ومتأخر وارد اتطور بسرعة. طيب احفظ عشرين. احفظ عشرين. عشرين كلمة باليوم. بس قسمهم. مو كلهم بوقت واحد. مثلا الصبح عشرة. بالليل عشرة او الصبح عشرة الضهر عشرة انت كيفك بعد. بس المهم قسمهم. اوكي? ولا تخلي يعني لا تخلي مثلا انه مية لا. مية لا. وخمسة هم لا. اوكي? حل وسط. حتى يسمح لك بانه تتقدم بسرعة وقت ممكن. ويسمح لك بنفس الوقت انه تفهمهم. تفهم كل كلمة على واحدة. طيب. اه قرأت خلصت ذني. طيب خلصت ذني للعشرين كلمة. بعد شا سوي? لا تسويش. روح. روح شوف مشاورك. روح ادرس. 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 اخلي يعني القصد انه الانجليزي تتعامل وياه بشكل منفصل. منفرد. مو تجي انا اجي اريد اقرأ اقعد اطلع عشرين كلمة. حفظت عشرين كلمة. وتوترت. اوكي? وتوترت. بطت عشرين كلمة. طلعت منها طبيت منها. اه اه كل شوية اراجع الكلمات. واني اصلا ما درست الماديكال فيزيكس. لا. الماديكال فيزيكس اهم. اقرأ الماديكال فيزيكس. من تجي تقرأ الماديكال فيزيكس. ما تحفظ انجليزي. ولكن تأشر الكلمات اللي انت ما حفظتها. ما حفظا. مثلا. خلينا رجع لهنونا. اوكي? انا اشرت اقرأ. الكلمة اللي ما عرفها. اقشرها. مثلا. ما عرفها. اوكي? 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 مثلا. هاي الكلمة اقشرها سوي الى هايلايت. اوكي? بس. حتى اني اتقدم يعني. اكون قد درست. قد درست. من اجي اني هسا قاعد شا درس. انا قاعد ادرس فيزيولوجي. هذا المصدر يعني. خلا اروح للمحاضراتنا. احسن. هذا ما اروف ناس. ما اروف شبيه. ما اريد منك شي. نو. طيب. هاروح للساوند. طيب. اجيت اني هسا هاي الكلمة. اوكي? انا قاعد اقرر الميديكال فزيكس. بلشت. او او معروف معلوم. هذا معناها يتطيقوا لها المعاني. طبعا انا مقشرها. اشرتها. اه شا بهاي الحالة. اروح اترجمها. اترجمها حتى شنو? حتى افهم النص. اوكي? واعتبر اعتبر انه هاي اول خطوة. اه بحفظ الكلمة. اوكي? اروح انت ترجمها. افهم المعنى. حتى شنو مو على مودة الكلمة نفسها. لا. على مودة اني استمر بالقراءة. استمر بقراءة الميديكال فيزيكس. اوكي? وين ها المكتوب هنا. ها هي. حتى اني استمر بقراءة الميديكال فيزيكس. اوكي? مجرد افهم معناها. كملت النص. وصلت اروح اترجمها بالجوجل. اترجمها. ارفت معناها. اترابط معناها. لازم افهم معناها. يعني مو مو مجرد انه ترجمتها خلاص وكده. لا. افهم معناها حتى افهم النص. ضروري هسه. ضروري افهم معناها بس مو ضروري احفظ معناها. ضروري افهم معناها حتى افهم النص. الغاية اللي اريد اوصلها بفهم معنى الكلمة هو حتى افهم النص كله. اوكي? مو افهم معنى الكلمة. فهم معنى الكلمة قلنا نخليها بعضين. طيب انا جمعت هزا ذني اربعة. اه خلنفرض ذنيهم واني محدد هن. اصور رح اخلي الحاسب على الشحن. وارجع. صور يعني على هذا الشي بس حتى ما ينقطع عليكم. اصف على هذا التأخير ولكن احنا قلنا انه هذا الفيديو راح يكون فيديو الدردشة. فتتحملوني من هاي الامور. طيب اه نكمل انه واني صارت هسا عندي كم كلمة. قلنا عشر كلمات. اروح اخذ هن ذني الاشر كلمة. مو هسا يعني اخذهم بعد ان اكمل دراسة الميديكال الفيزيكس. خلي يكون باخر اليوم. خلي يكون مثلا اخلي لبارت واحدة الانجليزي. حفظ الكلمات بارت واحدة من اليوم. اخلي ساعة واحدة من اليوم. اوكي? لها الانجليزي. وساعة جدا جدا كافي. جدا كافي. تطورك الى ابعد الحدود. ما توصل للمرحلة ما كنت متصور انها انت تصل لها. هاي الساعة باليوم الواحد. طيب. اه اجيت اجيت يعني. كملت قاني. حفظت. فهمت. فهمت كل شي. فهمت كل شي. كشي علمي. كشي علمي. تفسر عندي. فهمته. اوكي? وين وصلت? وصلت اه مثلا خلنفرض انه عندي الانفراسوند. الاوديبول ساوند. الالتراسوند. السونيك سبكتروم. بعد اريد فتشي. اه اهمت على فكرة تعتبر والمصطلحات يعني كميديكال فيزيكس. القصد اللي اريد اوصل انه لما تمر. سوري. لما تمر بمصطلح مثلا 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 الاكوستيك اه امبدنس. اكوستيك امبدنس. هذا مو اعوفوية الكلمات الانجليزية. لا احفظه. الوفظة حتى لو اتعامل بيها مثلك كلمة انجليزية جديدة. بس احفظه خلال دراستي. خلال المديكال فيزيكس. لان هذا مديكال فيزيكس. اوكي? حفظ المصطلحات مهم. اوكي? احفظ. بس شون احفظه? مجرد لفظ. لفظه معنى. طبعا المعنى المعنى حصله من هنا. مو تروح لي للجوجل حتى تحصل المعنى. لا حصل المعنى من المحاضرة اللي هوش قلنا اوبوزيشن. اه اوبوزيشن. المهم اني فهمت الاكوستيك امبدنس طبعا شرحت عنها المحاضرة وشرحتها قبل. وبعد ما كملتها. الاكوستيك امبدنس في المهم شرحتها عن ايه اخصص. المهم انه اني فهمت هاي الاكوستيك امبدنس. احفظها كمصطلح. مثل مثلا انه انتم متون تتقرون مثلا احياء السادس. يمر عليكم البوليميريز. البوليميرات. تمر عليكم البتيدات. تمر عليكم هيك مصطلحات. تمر عليكم مثلا كيمية. اخو مو هاي كيمية تقفوها. اكيد تحفظوها خلال المحاضرة. نفس الطريقة خلال يعني الدرس فنفس الطريقة تتعاملون بهوية الموضوع. احفظ المصطلحات. طيب. واكيد يعني اكيد انتم تتميزون ما بين المصطلح والكلمة الانجليزية. اكيد يعني مو مفتش يعني. يعني هو مبين اصلا تجي انه طالما هو فسرها فهذا مصطلح. اوكي في حالة مثلا معنات معنات ولانه تعرفها. ولكن يعني اخذ لك تقدر يقول انه اخذ لك على فكرة اه تعتبر مصطلح. انا بالعرب ما اعرفها. اللي يفاهمها اسه. اللي يفاهمها انه هي من يصير اه يعني فاهمها بس ناسيها. اعتقد هي هذا الضغط الضغط والتخل الخل والتضاغط. اعتقد هذا معناها. هاي هاي التخل الخل. وهذا التضاغط. او بالعكس ما ادري. بس المهم انه افهم هسه هاي هاي هذا اللي يهمني. طيب. فهمت هسه اني درست طلعتها بهذا اليوم. عشر كلمات. اخذت دنيل عشر كلمات حفظتهم. طيب عاش تيدك. جيد استمر. وبعدين شا سوي. ثاني يوم من تجي تريد تقرأ اتراجع الكلمات اللي اخذتهم. مهم جدا. اهنان انت راح تطور. انت اللي 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 اشتغلته. اللي اشتغلته. البارحة وحفظها عشر كلمات وعشرين كلمة اللي اشتغلته بكفة ومراجعتك. ثاني يوم. ثالث يوم بكفة ثانية. انت راح تطور بالمراجعة. مو بالحفظ. بالمراجعة تطور. بس المراجعة اسهل. من اجي اني ثاني يوم. اجي ابيت. راح تلاحظون انه انتوا باول يوم. ابيت ابيت. كل شوية تلفضها وتنساها. كل شوية تلفضها وتنساها. تكتبها وتنساها. كل شوية تنسا معناها. كل شوية تنسا لفضها. كل شوية تنسى. اي انسى. عقل البشري انسى يعني. شن قافة العلم النسيون يعني طبيعي انه متنسى. النسيون شي جدا طبيعي. ولكن المو طبيعي انك متعرف تتعامل ويا. المو طبيعي هو انت مو النسيون. طيب اجي اني اه ثاني يوم اراجعها. اراجعها. ضروري انه قلت لكم انه يعني اهم. المراجعة اهم من الحفظ. بس طبعا هو المراجعة ما رح تكون اذا ما كان الحفظ. او تراجعها. بس المراجعة مهمة جدا. اذا حفظتها دون ان تراجعها. وكأنه ما سويت شي. بهذا المعنى. ولكن اذا راجعتها وكأنه وكأنها حفظت خمس تالاف مرة. اراجعها اراجعاني بالبداية اول ما ابلش انا الساعة الساعة اللي انا خالها للانجليزي. اول ما ابلش ابلش اراجع. ابيت شن معنات. احنا اش قلنا قلنا كده. انا اش قلت انا سويت مين داخدت معناها. هاي نسيت او روح للروح او كلمة انا كتبتها. او شرحت عن الكلمة. اذا تحتاج تشرح عن الكلمة تكتب. شرح عن الكلمة اكتب. التلاب العربي. اكتب المهم. عندي انت فاهم معنى الكلمة. طيب. اه شرحت هاي الكلمة. حفظتها. فهمتها. راجعت هن ذني كل هن. اوكي. يلا ابدي احفظ شي جديد. اراجع قبل ان ابدي احفظ شي جديد. ونقطة هماتين. انت من حفظت اليوم الاول. هسا خلنا فرض انه كلمات جديدة. حفظت هن. اه حفظت هن. من اتكمل هماتين بنفس الساعة يعني بنفس اليوم من اتكمل هم ارجع راجع هن. هم ارجع ميز. خصوصا اذا طلعت لك كلمات معانيهن متشابهة فميز ما بينات هن. اوكي. دائما ميز ما بينات هن. دائما 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 حاول تميز. حاول المعلومة اللي تاخذها تكون متأكد منها. ضروري تتأكد. مو هي مسقط فرض. انت ما قعد تسوي هنا شي اسقط فرض. انت تريد تطور. انت انسان واعي وفاهم ما تريد تضحك على نفسك. تتطور فعليا. هذا اللي قعد افتر بالان. طيب. اه المهم حفظت بعد عشر كلمات زيادة. رجعت راجع. كل شوية اراجع. كل شوية اراجع. انت رحت تقوى بالمراجعة. اصدقوني القوة بالمراجعة. طيب. رجعت انا رجعت رجعت هنا. رجعت رجعت هنا. رجعت رجعت هنا. انتهيت. خلص انا راجعت وخواية. خلصت الساعة. حفظت اليوم عشر كلمات زيادة او عشرين كلمة زيادة. انا البرحة حافظ عشرين. اليوم حفظت عشرين صار الاربعين. اجيت اليوم الثالث. اراجع الاربعين قبل لا ابلش. ارجع اراجع هن من الاول. الاربعين كل هن ارجع اراجع هن. طبعا اول عشرين اللي انا حافظ هن اولة البرحة. هيخذ مني وقت جدا بسيط. طيب. ال بينما الشرين الجدد هيخذ مني شوية وقت. كملت اربعين. راجعت اربعين. ارجع احفظ. اه عشرين ثانيات. ثالثات مو ثانيات. ثالثات صار الستين. هم ارجع اراجع. 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 انت شغلك مراجعة. راجع. طيب. اليوم الرابع. صار الاثمانين. احاو راجع الستين. راجع هن للستين. طبعا اول عشرين. اول دقيقة مو دقاق. اه. ثالث عشرين رح ياخذن دقاق. اوكي. رابع عشرين رح ياخذن عشرات الدقاق. يعني فدت نص ساعة. يعني عشرات دقاق. ممكن نص ساعة نسميها عشرات الدقاق. طيب. بهاي الطريقة. انا حفظت باربعتيام حفظت ثمانين. او باربعتيام حفظت اربعين كلمة. ولكن كل كلمة انا مراجعها. ومتأكد من عندها. ومتأكد من لفظها. صارت جزء من ممتلكاتي. مثل ما انت لازم موبايلك بيدك. وموبايلك هذي ممتلكاتك وبيدك وتعرف كل خبايا. الكلمة ايضا صارت ممتلكاتك ونفروض تعرف كل خباياها. بعد اكو طريقة حلوة. يعني اتبعها ولا ازال. كنت اتبعها وشي جدا حلو. بحفظ الكلمة بشكل عام. اجي اكيورت. اكيورت معناتها شنو? معناته دقيق. اوكي? ادجكتف. اكيورت لي مالتها. الحال. الظرف الحال او الظرف مالتها معناتها بدقة. اكيوريسي معناتها دقة. اوكي? القصد شنو? القصد انه اني حفظت بهاي الطريقة حفظت الصفة وحفظت مالتها يعني الظرف وحفظت الاسم مالتها. فالكلمة واحدة صارت قدي ثلاث كلمات. يعني صح انا ما اخذ عشر كلمات. سوري. بس كل كلمة من ادهن اني حافظها فعل واسم وصفة وظرف. واذا اقوم بعد يعني تركيب ثاني تتركب الكلمة بتركيبي صاران خمسة عن كل كلمة. ما عندي اي مشكلة. بهاي الطريقة اني اكون يعني هذا الشي ساعدني انه يطور من مخزوني اللغوي زيده. صح انه عشر كلمات بس انا كل كلمة محولها الى فعل محولها الى اسم محولها الى صفة محولها الى اخرية. فصارا فعليا هنا خمسين كلمة وليست عشر كلمات او اربعين كلمة او ثلاثين كلمة وليست عشر كلمات. بس صح متعبة هاي الطريقة ودقيقة ومزعجة. بس تصنعك. تصنعك لغويا. ومهم جدا. اكرر. مهم جدا. طيب. مثلا السهاي. الفعل ما لتها. ديسيلوريت. هذا اكسلوريت يعني تعجل او يتعجل. اه اه ديسيلوريت معناتها يتباطئ. طيب. اكسلوريت معناتها تعجيل. ديسيلوريت معناتها تباطئ. طيب. طبعا ذني افعال يعني اه يعني تقريبة من المعنى فاني يعني اطرقتي طبعا على الوحجة خليها. انت ما ما اضطر تكون بهذه الطريقة. انه المفروض الكلمة. اه الكلمة يعني اذا تريد تعتمد على الورد او تعتمد على بالدفتر يعني تكتبهن اكتبهم بالدفتر. كلمة اللي تحفظها اكتبها. مو تقول لا خلاص حفاظتهم وكوداعي لا اروح اكتبها خلي عندك دفتر خاص الكلمات الجديدة اللي انت حافظهم. مو الكلمات اللي ما حافظها لا الكلمات الحافظهم. طيب. اه كتابتها مثلا اكسلوريت اكسلوريشن ديسلوري ديسلوريشن خلاص لهنا ما يحتاج هاي سلو سلولي وهاي بعدي بعدي من تتطور عد احفظ لني طيب كملت اني هسه قرأت بهاي الطريقة افهمت الامور بهاي الطريقة فحفظت اني يعني صار لاربع تيام صار لسبوع مثلا بالسبوع حفظت مية واربعين كلمة مو بس حفظتهم لا فهمتهم ولفظ وقراءة وكل كلمة انا اعرف فعله وسمها وصفتها وظرف مالتها رائع استمر استمر تستمر وبرر الزمش مثلا انا سطراحة ما قاعد احفظ الكلمة حاليا مو لانه اكتفيت ماكو اكتفاء ابدا بس قلون تقولون انه يعني يعني حاليا حاليا مستغر طبعا هاي انا يعني اخر مرة زرت هذا الملف يمكن صار لي شهر هذا الملف انا باستمرار يعني باستمرار اراجع طيب كنت باستمرار اراجع اا وما ازال يعني بين فترة والثانية ولكن اراجع كله يعني يعني بالشهر مثال المرة يعني اراجع كله من اولة الاخرة وطبعا اخرة حبارة عن هذا مو اخر هذا نصة حتى انه كبير مو قاعد يفتح اكو طبعا بي واكل اشياء مكررة انا قاعد احاول اصفي يعني اراجع او اصفيه بنفس الوقت اخلي بس الاشياء الجديدة يعني مثلا اوكي واصل لي وين وطبعا كل طبعا هي صح الف وتسعمية وست عشر تسوات عشر بس كل كلمة اكو شوي بمكررات ولكن فعليا كل كلمة هي عبارة عن مجموعة من الكلمات طيب بعد وين اريد اوصل خلصت حاليا اوني خلصت حجيت عن اللغة طريقة دراستها اذا تقول مثلا انه انا ممكن يختربوا لك هذا التساؤل انه انا خلال السبوع وصلت مية واربعين كلمة هم ارجع اراجع اول اشرين اذا تحس نفسك خلص ماكو داعي لا لا تراجع حتى اول اشرين وثاني عشرين وثالث عشرين انه انت تحس نفسك صار لك اسبوع ما محتاج خلص يعني ما محتاج الضغط راجعا بس على الاقل راجعهم ثلاثة ايام يوم قليلة ثلاثة ايام معتدلة خليهم اربعة ايام اربعة ايام الظل مثلا انها انت وصلت للاسبوع مثلا اول عشر كلمات اول عشرين كلمة وثاني عشرين كلمة ثلاثة عشرين كلمة بعد باثلاثة راجعا يصير مراجعات هنشلون مثلا كل اسبوع مثلا كل اسبوع تراجعهم انت جنجت كل يومية تراجعهم خليهم كل اسبوع راجعهم مرة مثلا اذا كثرت الكلمات صارت هواية وانت هواية طبعا انت حتى خلال دراسة تقعد تراجعهم فعليا بس اكو كلمات ما تمر عليك تحتاجهم طيب الظل مثلا يعني انسان مثلا مش شهر مرة يلا يمكن ارجع لهذا الملف فبهاي الطريقة صار مثلا بس الظل دوريا تظل تراجع ما تقطع المراجعة حتى لو كل شهر مرة بس المهمة تظل تراجع مرزة ما راح تلاحظ انه من يجي مثلا around انت حافظها للكلمة تجي لكلمة مثلا ما تعرفها مثلا مثلا سأنتوا مثلا ما تعرفوا كلمة complementarity ما تعرفوها شو ما بس انتوا صار لكم يعني شهر على هاي الطريقة طورتوا حفظتوا مقدرتكم على الحفظ والتذكر واللفظ والكتابة اتطورت فمن اقول لكم complementarity راح تجي انت تتهجها وتكتبها صارت عندك هاي هاي المقدر سوري هاي المقدرة تكونت عندك اوكي فهذا الشي مهم وضروري طيب اصعب جزء من هاي من الفيديو اليوم انتهى اوكي والحمد لله الجزء الثاني طريقة الدراسة اللي اني اتبعها طبعا اجيت قاني هاي المحاضرة اوكي هاي شوية هاي شوية هاي راح يحتاج شوية وقت احتي بي بس اعتقد انه انتوا الان مستمتعين قاعدة تحصلون معلومات اعتقد مفيدة تفيدكم بنفس الوقت على الاقل يعني حتى لو اذا انتم يمكن تكون طريقتكم بالحفظ والدراسة افضل من عندي بس انه من تطلع على طرق غيرك وتشوفها ففعليا انه انت راح تستفاد سواء كانت طريقته احسن ولا طريقتك احسن اه فعليا راح تستفاد اه على الاقل تطلع على غيرك شون قاعد يسوي يمكن قاعد يسوي غلط وانت قاعد يسوي صح فعذا الشي مشجع لك ايمكن قاعد يسوي شي صح وانت قاعد يسوي شي غلط فتستفاد من انت تستفاد من خبرتها طيب اه النقطة الثانية اللي اريد احتي عنها هي شون ادرس بشكل عام اني سما قاعد احتي انجليزي ولا عربي انجليزي قدت لكم وقدت لكم شون درسهم بس بشكل عام سواء انجليزي ولا عربي اه مرات انا طبعا جنت حتى بالرابع اكي بالرابع لني كنت ادرس كنت اريد افهم احفظ المادة طبعا بالاول افهمها فهمتها اكدت من كل شي طبعا يعني من كل شي كل شي لانه وقتها يعني ما كان عدي طرقه هاي بالدراسة اه ما كانت عدي يعني هاي المقدرة اللي تولدت حاليا او اللي صارت حاليا ما كانت عدي هاي المقدرة كنت على قدي فالكن النهاية يعني اللي سويتها بالرابع واللي سويتها بالخامس واللي سويتها بالسادس واللي سويتها باول كلية طبعا اني هسا ما اعتبر نفسي اعتقد يعني اعتبر اه او اقصد اول سنة اول سنة بدخولي للجامعة هذا كل مراحل تطور لانه اوكي كطالب كانه طيب وصلت المرحلة هسا انه اني عندي طريقة بالدراسة راح اتبعها يمكن الى اخر جنب حياتي اوكي تكونت طريقتي الخاصة انتو هم كل واحد لازم يكون طريقتها الخاصة اني هاي الطريقة اللي شفتها افضل شي لحد الان بالنسبة الي اوكي طيب اه شون كنت بالرابع كنت اقرى المادة اوكي احاول اتاكد من كل شي حاول افهم يهمني افهم اشرح النفسي اقف قدام الامرايا واشرح اشرح النفسي اشرح احيانا لاخويا خلي اخويا الصغير اخوتي الصغير يصغر مني كل واحد بسانة سنة يعني اه فاحطهم اقعد اشرح لهم طبعا هما ما يسمعون ولا يهمهم اصلا بس المهم انه قاعد احجيوا اياهم اوكي ما محتقون ولا رح يفهمون علي ولا هما مطلوب منهم يفهمون علي مجرد احطهم اقفالي واشرحي اوكي وهم يعني يسوون نفسهم انهم وقاعد يفهمون ويتفعلون ايايا يعني كاشياء يدعم بعضنا بيها المهم اشرح لهم احيانا اثناء الشرح طبعا هما اخوتي فعادي اغلاط قدامهم عادي جدا وممثل بعض الناس وممثل قدام بعض الناس المهم اعدي اغلط قدامهم وكذا فمن اغلط اشوف نفسي انه طيب انا قاعد احجي شي قاعد اخرط قاعد اخرط المهم ارجع عن نفسي هذا الشي اللي عن قلته غلط طيب ارجع اتأكد من عنده وارجع اقوله طبعا الاستاذ يعني كان بوقت هذا استاذ حسن اسمه ما اذكر اسم حسن شنو بس المهم استاذ حسن ايان صراحة كان كان شي جدا حلو بالفيزيكس كان استاذ يعني كان استاذ انا اعتبره يعني فت شي بالفيزيكس وبوقتها يعني كان اهتمامه وطريقة شرحه وطريقة توصيله للفكرة مهمة يعني حلوة اي يعني انا اعتبر انه يعني هذا الاستاذ استاذ حسن اللي مرينا بي اللي مرت اني بي بالرابع الخامس المي يعني انا افضله على المدرسين العمالقة اللي يعتبرون عمالقة اللي كانوا بالسادس والسبب عندي رأي بهذا الشي انه احنا بالسادس اعتمدنا على الملازم اعتمدنا انه احنا ريد معدل مريد نفهم بينما هذا الاستاذ لا كان يريد نفهم فما كان يعني يكتبنا بس يكتبنا شي قليل وقبل لا يكتبنا يفهمنا يعرضنا الموضوع يكون البرزنتيشن ماته صحيح يحاول يفهمنا بينما بالسادس نجي مثلا مدرس الرياضيات ما اريد اذكر اسمه هسه مدرس الرياضيات مبرهنترول مثلا اجا كتب عنوان مبرهنترول وبلش امثلة طيب يا شنو مبرهنترول بالاول القصد انه كان هاي الطريقة طبعا الملاحظة الاحظ انه الأستاذ وهذا شنو شرح طريقته بالشرح شنو هذا كله يساعدني بان اكون طريقتي الخاصة بالدراسة يعني شرحت قريت هاي الطريقة والوصلت لا اطيل عليكم والسادس بالسادس السادس طبعا قد شيء كبير حظا hardenها يكون لي عاجا هذا مستقبل هذا هو الشيء الي راح يحدد اني اشارح اكون بالمستقبل واني برأي شخص هذا كلام خرض يعني مو هذا الشيء الي يحدد انه ما يريد حدد هو اني الي يحدد مش السادس و هو الي يحدد طيب و عندي دليل على هذا الشيءر انا مو سادس الي يحدد لان انا اولا كلف cub في التطاق أبدا بالعراق سافرت ودرست الطب ورجعت درست الطب دخلت كلية الطب بينما أنا معدلي ما كان يسمح يعني السادس ما أحدد أنا اللي حددت سعي هو اللي حدد طيب بعد شنو وين وصلنا المهم بالسادس أجي مثلا صراحة ما أدري إذا أعتقد عندي مفروض يكون ما عندي كتب السادس أنه عندي بس مهن هنا وما لأخذك يعني صراحة راح أجيبهم ورح يتعطل الفيديو ورح أجيبهم ونمو مهمات يعني حاليا طيب قال نكمل ما أدري إن شاء الله الفيديو يتسجل يعني إن شاء الله إن شاء الله ما يروح الفيديو المهم طيب أنا أجي من أريد أدرس شا سوي أجي أقول له نفسي أنا شا راح أسوي راح أدرس ش راح أدرس إيش أتساءل بيه نفسي أسأل نفسي أنا راح أدرس الصوت بالمدسن أوكي طيب ماشي وبعدين شون راح المحاضة يعني أوكي الساوند بالمدسن هو عبارة عن شي ضخم طيب الساوند أكو أبحاث ودقارير ورفرنسز مصادر وأكو ملايين الشغلات أوكي عن الساوند أنا شنو اللي راح أدرسه أول شي أجي أقله بالمحاضرة أوكي طيب الفيزيكس راح يشرح لي كفيزياء أباوع لها أوكي هاي الموجه معرف شلون وكذا هاي مثلا راح يشرح لي مثلا ترددات ويش اشي طيب أوكي وبعدين ش راح يسوي راح يدرس لي انه هاي هاي الأشياء اللي أنا محددها تعدوري المواضيع الأساسية المخطط مال هاي المحاضرة طيب طيب أوكي فسرت أول شي فسرت يعني فسرت المواضيع فسرت العناوين طيب وبعدين بعدين طيب أوكي وبعدين بعدين أوكي أباوع شنية هش بس فضول يعني كفرس يعني عن المحاضرة فضول شنية أحيانا أترجمها أرجع أروح أترجمها يعني أو أحيانا يعني بين أنها طالما هنا فهاي هي أو أحيانا لا تكون ما واضحة بالنسبة لي يعني سب هاي الحالة هي واضحة طيب أوكي يعني رح أعرف هاي شن تشتغل حيفسر ليها كميديكال أبليكيشن بعدين أوكي حلو شوف هاي الألتراسوند وكذا طيب حلو يعني قاعد يشج هاي الشي قا يشجعني إنه أنا ش راح أسوي مو أنا جاي أعمى إنه أشرح أبدي من أول شي لأ أنا قاعد هسة قاعد أشوف أنا ش راح أسوي طيب شون يصد بالألتراسوند طيب أوكي بس هاي شنية اليو اس أوكي اليو اس شنية أرجع من هنا طيب أحيانا يعني ستر انتباهي شنية هاي اليو اس أوكي أشوف بس شنية اليو اس وأكمل يعني أحيانا لا أقول بعدين راح أراها يعني راح أبلش أراها فعلى شن يعني قاعد أعرف طيب أوكي لطيف طيب وبعدين كذا هاي كذا هاي كذا والآخر هي لأنه وصلت إلى أن شنو الفيزيكس أوكي هم لطيف هم لطيف قاعد يشرح لي كأنه تبني كذا لطيف وبعد ش راح يسوي راح يشرح لي هاي راح يشرح لي هاي طيب حلو راح يشرح لي هاي ورح يشرح لي هاي ووووو وإلى آخر يكمل طيب هي عقل هالمحاضرة فهمت الآن أنا هاي المحاضرة ش راح أسوي طيب أجي بعديا أشرح أدرس فيزيكس أوف ساوند ويف أوكي لطيف وبعدين آآ يجي يشرح لي هاي شنو أجي هسه شنو راح أقرأ بالتفاصيل راح أقرأ بالتفاصيل اجي حتشالي هاي السطرين ثلاثة وقل لي أنه كومبريشن وريرفاكشن أوكي بس ما فهمت يعني شنو قصدك بالريرفاكشن والكومبريشن أروح أفسرها أظل أفكر بيها أحيانا أضطر الطنورية أنه بمعنى طيب أنا دارس الصوت قبل أعرف الصوت قبل وأدري أنه الموجات أكو مصطلح التخلخل والتضاغط فالتضاغط بما أنه كومبريشن بالإنجليش معناها تضاغط فمعناتها شنو هذا التضاغط وهذا التخلخل يعني شنو قاعد تكون الموجة أوكي افهمت من هذا طبعا أنا شرحت لكم المحاضرة فافهمت من هذا اللي شرحت لكم يا افهمته شرحت النفسي أوكي بس أنا طبعا من قبل لا أقرأ ما قرأت المحاضرة ما قرأتها بنفس الطريقة اللي شرحت لكم إياها وإنما مجرد فهمتها أوكي بس أتأكدت من كل معلومة فهمتها وأتأكدت من كل معلومة وأتأكدت أن كل شي تكون عندي هو تكون الصح مو تكون الغلط لا تكون الصح طيب كملت بعدين فهمتها 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 فهمت وصلت مثلا إلى اللي هنانا كملت صفحتين أتوقف أتوقف شا سوي أحط العباد أو أحط اللابتا يعني ما أسده وإنما أقوم أنا أفتر أقول هسا أنا لحد الآن السويت أنا لحد الآن طبعا هذا ما رح أستخدم ملزمة وإنما بيني وبين نفسي أقوم أفتر بالغرفة وأسهل أو على الأقل بس أراجع الأفكار أوكي شا قول أقول أنا اللي سويتها فهمتها الصوت شنو معناته شنو هو الصوت فهمت مثلا أمور معينة سويت كذا فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا فهمت هذا وصلت لهنانا تكونت عندي هاي هسا أنا لحد الآن سويت اللي سويتها شنو هو هذا أقول اللي سويتها طيب بعدين أرجع قام أخذ راست بنفس الوقت آآ وأرجع أكمل إلى أن كملت شنو كملت كل المحاضرة بهاي الطريقة أوكي أرجع بعدين شا سوي أذب المحاضرة كلها وأرجع أعيدها أنا بيني وبين نفسي من جديد من جديد أوكي أقول أنه هاني سوي يعني شرح نهيج شرح نهيج شرح نهيج أكو ثلاث محاول أساسية اللي هي الطاني الفزيكس الفزيكس الالس آآ بعدين الطاني الالتراساوند بعدين الطاني الفزيكس هذا ينتظر هنeth محاول أساسية أول شي شرح لي عن الموجة وكذا شنو أكثر شي لفت نظري بعمال موضوء أكثر شي حسيطا مهم بشرحها مثلا كذا 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 بالالتراساوند شنو اللي جرحنات شرحنا كذا طيب فهمت أنا هسة شنو الالتراساوند فهمت كذا فهمت كذا أتساءل آني أسأل نفسي بعدين مثلا أكو ممكن خلال المحاضرة رفت شيء تساؤل مثلا كانت يقول لي أنه كل ما زادت السرعة كل ما زادت طيب هي المعاكسة يعني المفروض يعني شون قاعد تقول لي ليش كل ما زادت السرعة تزيد وكل ما زادت الكثافة تزيد طيب شون الزيد السرعة والأكوستيك تزيد جئت آني فسرتها يعني أخذت مفهومي الخاص عنها فسرتها رحت بحثت على الانترنت بحثت بالرفرنس بحثت وين ما بحثت المهم فهمت شون قصد فهمتها تصورتها تصور دائمي نتصور تصور شيء جدا مهم أنه تتصور كملت فهمت شرحت خلصت هاي المحاضرة عفت الآيباد عفت الملزمة عفت الحاسوب رحت خلص انتهى وقت الدراسة أرجع مثلا ثاني يوم هم أراجع يعني اللي سويته شونه أراجع طبعا أنا غالبا من أدرس أي محاضرة المحاضرة ما تخلاص عندي بنفس اليوم هاي غالبا ما تخلاص عندي بنفس اليوم ممكن تحتاج ثلاثة أيام يومين اللي أسويه شونه يعني ما أقراها بشكل مستمر مثلا أراجع عليها ساعة ساعتيا يمكن لأنه بهاي الفترة يعني ما عندي هواي دراسة دراسة قليلة فما محتاج أستعجل طبعا قبل كنت أستعجل يعني أخلص هواي مادة بنفس اليوم بس هسا مثلا أحفظ أدرس من أدهم يعني ساعة ساعتين حين ثلاثة حسن فكت ما أملأ بهم ما عندي شي يعني يربطني يعني يعحر إلى حد ما لأنه ما عندي هواي دراسة يعني بس لاتمعود هذا السمستر فليهذا السبب يعني المهم فتاخذ من عندي وقت يعني يومين ثلاثة مثلا هاي دراستها صلاة طراحة المحاضرة اللي بطيتكم إياها أول صفحتين يعني دارسهم يعني خلال السمستر وكملت فوق يعني ست خمس صفحات وراهم كملتهم بنفس اليوم اللي شرحت بي وشرحت لكم إياها ومثلا بقى مثلا من صفحة ست من صفحة سبعة إلى الآخر بعد ما أدارسها هم يمكنني اليوم إن شاء الله أدرسها أو باجر معرف صراحة فالمهم بس أكيد يعني قبل الامتحانات إن شاء الله وأكيد رح نزل لكم فيديو بيها أكيد فبهاي الطريقة هاي هزا أنا حجيت طريقتي بالدراسة حجيتكم طريقتي بحفظ الكلمات حجيت لكم كل هذا طيتكم تجربتي وسوري على الإطالة بالفيديو مع أنه بعض الفيديو ما أخلص بعد أكو بعض ثالث أو أكو نقطة ثالثة ولكن آسف على الإطالة من بعد هذا اللي حس نفسه أنه خلاص أخذ الفائدة من كلامي ويا ريت يا ريت أنه ما تستعجلون بالفيديو يعني تابعوني ويايا خطوة بخطوة نقطة بنقطة ما تسرعون الفيديو لأن اللي راح يقلت به مهم اللي يقلت به مهم بالنسبة لكم صدموني مهم طيب بعد شنو النقطة الثالثة اللي أريد أقولها طبعا أنا لا أخل과�iph مذكر بإنباهة cionesat طيب نصائح عامة نصائح عامة حول دراسة الطاب حول كلية الطب بشكل عام طبعا PlayStream دخل كلية الطب بعغبتهم أدهم شغف بالطب قدهم رغبة بالطب أدهم رغبة بالعلم الطبي prat اكو بيكم أشخاص دخل وطب واهلهم جبروهم اهلهم جبروهم جبرتهم الظروف انه طلع معدل مية مثلا يعني وين يروح اكيد راح يروح طب يعني يعني اهلا ما راح يخلوه يروحوا غير الطب او اهلها ما راح يخلوها تروح غير الطب بشكل عام هو هذا اللي راح يصير انتوا راح تروحون طب ما عادكم قدرة انوا تغيرون او انتوا خلاص اقتنعتوا او خلاص يعني ما مهتمين اصلا خلاص يعني رضيتوا بالامر الواقع ما بيكون حال حد تتغيرون ما بيكون حال تقولون لا انا ما اري كلية الطب انتوا اللي اختاريتوا احيانا تارى انتوا اختاريتوا وتارى لان جبرتوا وتارى خلاص المهم انه اني هسا عندي شنو عندي اني طالب بكلية الطب سواء انت انجبريت سواء كان باختيارك ايا يكن انت هسا طالب بكلية الطب هاي النتيجة هذا الواقع طيب وبعدين شو راح تتعلم انت هسا اختيار الاختيار الك هي تعيش تعيش الطب تعيش كلية الطب تعيش هاي المهنة بشكل صحيح يا لأ اتضل انه اني مجبور اتضل هذا الشي براسك اني مجبور اني مجبور اني مجبور لا انت ما مجبور على فكرة انت ما مجبور ما مجبور انت انت ممكن انت تغير بس انت راضي بهذا الواقع هاي نقطة بالاول نقطة ولكن قول لأني مجبور انت تقول لأني مجبور طيب أوكي راح اجي إنت مجبور مجبور تكون على كلية الطب طيب أوكي وبعدين انت مجبور تكون على كلية الطب خلص هذا واقع صار تعامل وياه شون تتعامل وياه تكون طبيب فاشل ولا تكون طبيب ناجح شون تريد تريد تنجبر على انه تكون طبيب ناجح ولا تنجبر على أن تكون طبيب فاشل؟ اختار انت. انت اختار انت حدد هذا الشي. تريد تكون تريد تنجبر على كلية الطب وتكون طبيب فاشل؟ ولا تنجبر على كليات الطب وتكون طبيب ناجح؟ انت اختار. انت اختار. كلا الحالتين هم اختياريك. نقطة ثانية. الآن اي واحد بينه. لو شيش تريدون يعني شنو ما بتصوركم؟ أين تريدون تصلون؟ تريدون تصلون للقمر؟ حرفياً حرفياً قاعد أقول تريدون تصلون للقمر؟ أعجبكم أن تشوفون الكرة الأرضية من على سطح القمر؟ حسناً؟ أعدكم هذا الطموح؟ تريدون تحققون هذا الشي؟ تريدون تحققه تريدون بكل بساطة إذا أكو طريق هاي فكرة أنا أريد أصعد للقمر هاي فكرة لها طريقتها الخاصة حتى توصل ما هي طريقتها؟ أكو طرق مو طريقة أنت تتبعون الطريق الصحيح؟ توصلون ما تتبعون الطريق الصحيح؟ ما توصل إذا ما تسعى ما توصل إذا ما عندك فكرة ما تصل إذا ما تعرف الطريق ما تصل لازم ذنيك لا سيتحقق طيب أنا أسعى حلو تسعى رح توصل تسعى توصل طيب هس أكو بكم قرر أنه يكون طبيب فاشل وأكو واحد بكم أو أكو مجموعة منكم قرروا أنه يكون هو طبيب يعني يكون مجبور على كلية الطب بس مجبور على أنه يكون طبيب ناجح مجبور على أنه يكون طبيب ناجح طيب لطيف يعني لطيف أنت أتيح قابت تشتغل صح سريح أنت جبرت بس ان جبرت وجبرت نفسك أنه تكون طبيب ناجح مجبورت ما قادرت لأظروف أنه لأ أنا لا أحب كلية الطب وجبروني طيب جبروك بس أنت أجبر نفسك على شيء صح خليهم هما جبروك على كلية الطب أو ظروف جبرتك أحيانا أنت جبرت نفسك بس أجبر نفسك صح أجبر نفسك على أنه تكون طبيب ناجح مطبيب فاشل طيب ماذا هذا الطريق؟ ماذا يكون طبيب ناجح؟ هذا الذي قلته الآن مهم للنجاح هذه الكلية مهم طريقتك بالدراسة مهم تنظيم وقتك مهم هذا كل شيء مهم منه يبدأ النجاح هذه الطريقة إن شاء الله في المستقبل سأكون معكم إن شاء الله وسأشرح لكم إن شاء الله وقتهم ماذا ترسم الرفرنس عشان تتعاملون إن شان تقدرون إنه وقت تحتاجون شيء نرفه ستروحون بس للمعلومة اللي تريدوها رح أعلمكم هذا الشيء بوقتها إن شاء الله ما رح يعني ما رح أعلمكم يا هسا لأنه هسا ما تستفادوا منها بالمستقبل تستفادوا وراح أكونوا إياكم إن شاء الله رح أفيدكم باللي يقدر عليه آآ هيا خلصنا منها خلصنا من هذا الشيء ياراتي إن شاء الله يكون هذا الشيء دعم معناه بالنسبة لكم وصورة الطريقة الحدية اللي حاجت بها بس فعليا إحنا محتاجين هاي الطريقة الحدية محتاجين نحتي بأنفسنا بهاي الطريقة أحيانا طيب الشيء الثالث اللي آآ أو الشيء الثاني بالفقرة الثالثة اللي أريد أقوله هو ساعدوا بعض ساعدوا بعض ساعدوا بعض من يجيك واحد يسئلك تقول له أنه يعني أو الجواب أي جواب أوكي حتم أحد يعني أوكي أنت ما قصدك أنه ما قصدك مثلا أنه أنت ضردة ولكن أنت ما تعرف أو أنت ما تعرف أنت تعرف بس ما تعرف شو أن توصل للمعلومة أوكي أنت حاول أن يشوف يعني لو ملاحظين اللي كانوا يحضروني المحاضرات كنت نسويها بالجامعة ما كنت أقول أنه أنا أعطيكم محاضرة غالبا يعني كنت أقول نقعد ونشرح مع بعض نقعد ونشرح نقعد وندرس أوكي لأنه فعليا هو هذا اللي كان يصير فعليا أنه أنا من جنت أروح أحيانا ما محضر أحيانا يعني دارسها قبل بس ناسيها وما محضرها المفروض أحضرها حتى أجي أشرح فعليا محضرها أحيانا أنتوا الساعلوني كنتوا أنتوا الساعلوني أحيانا انه أضطر أقرأ أشرح لكم لهاية طريقة كنت هكذا أفعل طيب النقطة الثالثة أنه أنتوا هسا لو تتزام أي طالب كلية الطب هسو أدخل شي قل لك يقلي ليش دخلت دخلت كلية الطب برغبتك ولا ما برغبتك يقول لك أنا نص يقولولك برغبتي نص يقولولك برغبتي أعج March طيب كي أحب العلومة الطبية ولكن أم نحب أن تكلمني قوي أم بشكل من شخص ثم لا يبقى أ يسمعني كله لا يتطرق يقول أن يحب أن يحب أن يساعد الناس بالنسبة من كلية الطب يقول انا احب ازاعد الناس لهذا السبب دخلت بينما من يجوني الطلاب يسألوا ما يجاوب شوف كانت اكوب نية وعلى فكرة صديقة صديقتي بلبنان شتسوي طبعا انا كنتب جامعة خاصة الجامعات الخاصة همثل جامعة الكوفات الطيمنح للأوائل فهي كان طبطب بالأسنان كانوا يحكولي عنها شو يقولوا لي هاي الطالبة هي الاولى على طب الأسنان ودائما هي تأخذ المنحة بس كانت تستوي كانت هي الممثلة هناك الوضعية كلها مختلفة بس هي مجرد تأخذ المحاضرات من الدكاترة نتوصلهم للمكتب هاي كل اللي تسوي هي تتواصل لأساطلة على من المحاضرات بس ماكوش يتعني طيب يطوها المحاضرات شو تسوي بيهن تخليهن عدها تقراهن تكملهن طبعا يطوها قبل أسبوع يطوها قبل يومين ما تقول انه الدكاترة تطونيهن تقول بعد وما تزوهم تخليهن عدها تدرسهن تكملهن بعدين شو تسوي لما تكملتهن هي وتأكدت انه كملتهن تروح قبل بيوم تنزلهم بالمكتب يجون طلاب ياخذوهن تنشرها هماتين تنشرها قبل بيوم لو تنزلها قبل بيوم اوكي يروحون ياخذوها الدكاترة للطلاب ما يلحقون طبعا يدرسوها يروحون للمتحانات المهم أذت بالأسنان يعني بحدود السبعين طالب بالجامعة يعني بالمرحلة الواحدة سبعين طالب أذت سبعين طالب ليش حتى هي تتفوق عليهم نقطة نقطة ثانية تأخذ المنحة اوكي وهماتين اكو طلاب الطب هم اكوهي تيسون اكوهي تيسون حتى ياخذ منحة وحتى يتفوق واكو طلابه هوي مو بس بكليات الطب ولا بكليات الأسنان ولا بكليات المجموعة الطبية ولكن بشكل عام اكوهي تيسون اكوهي تيسون وان صراحة شفتها للبنيين وقلت لها اماتين قلت لها هذا الشي قلت لها وهي تيسون طبعا بررت وقالت لاوهي تيسون والله همات دكاترة ميجزون ما عرفش لون بس طبعا الطلاب اكدوا العكس ومو طالب واحد اللي اكد العكس طلاب بس انا طبعا سويتها بشكل ضحك وياها يعني او هي ماتين حيالة جدا صراحة ما تطي لازمة على نفسها اه فهذا اللي شفتها هاي تجربة ودليل شفتها قدامي اله هذا بشكل عام وين يودينا يودينا الى انه فتشي سيء هذا جدا اوكي يطينا فكرة انه شف شناعة الانسان انت ساعد غيرك صدقني صدقني من الساعد غيرك انت كا الساعد نفسك ما قاعد يساعد احد انت كا ساعد نفسك انا يا سمي قاعدة يشرح لكم المحاضرات وهس انا عندي محاضرات العملي عملي الفيزي كل حد الان ما درسه عملي الحاسوب لحد الان ما درسه اه بالمديكل فزيكس وما دي ان عندي اش آغلة مدارسها عندي الام هذا الكلام حقيقي ما قاعد اطرد عينه. عمليا انه عندي الاخلاقيات لحد الان ما درسها. بس انا طبعا يعني متابعوا الاساتذة. وفاهم اللي يريدوه. ودرس قبل. وبنسبة لي الامور سهلة. فان شاء الله يعني ان شاء الله ادرسهم. بس هذا هسه واقعي لحد الان. اوكي. ومع ذلك قاعد اهتم بالمحاضرات. وقاعد اسوي لكم محاضرات. وسويت قناة. نزلتها. وهاي القناة لو ما كنت انتم ما كنت سويتها ابدا. ولا كنت مفكر اني اسويت اشي ابدا. ولكن انتم اللي خلتوا بني اسوي. انا يعني ردت اساعد اكبر عدد من الطلاب. ما كنت يعني انا جيت من لبنون. اوكي? وجيت بلاشت اول سنة هنا. كنت يعني بيني من نفس قلت. رحت يعني غالبا رحت مر هاي السنة بالنسبة لي ورحت مر السنوات. اكون مسان منعزل مثل ما كنت قبل. ولا فكرة ما كنت شخص جدا منعزل. ويش ما لعلاقة بالدنيا وكذا. انه عايش بس ويا نفسي. صح كان عندي اصدقاء وكان عندي اشخاص يعني اكون موجود وياهم. بس غالبا غالبا كنت عايش وحدي. وما كنت هيش يعني بوبولر. في مصي يعني ما كنت يجي. اه كنت شخص جيد منعزل ما يعني ما يجي هم هاي الامور ابدا ولا يعني نادرا ما اشرح الطلاب طبعا اللي يطلب مني اشرح له. بس نادرا ما اسأل هذا الشي ليش. انه ما كنت الطالب المتفوق وقتها. كان يعني اكو طلاب متفوقين اكثر من عندي هم اللي يشرحون ومن يجي واحد يشرح له. يعني صارت بهاي الحالة بلبنان. احسه يعني ما يثق بقلوماتي. ويسأني واشرح لو اشرح الشي الصحيح يروحي لشخص ثاني يشرح له. واحيانا يشرح له شي غلط واني متأكد انه هذا الشي غلط. بس بالنهاية يخدم كلام ذاكا ما يخدم كلامي. فهذا احد الاسباب اللي كانت تخليني ما ما توصل بي الناس او ما اشرح لهم ما اسأوي لهم. كانت هاي النظرة يعني كانت تتأديني احيانا كثيرة. فهذا السبب يعني. بتستطيعوني ايش السبب يعني. طيب اه بعد نقطة نقولها. خلاص انتهت النقاط. ان شاء الله تكون. ان شاء الله يكون اللي قلت اوصل. اه الفكرة ما كمعتها. انه انتو الهمتوني. وما كنت انا متصور انه رح يكون موضعي يوتي. اوكي صراحة. ولكن اه يعني لما شفت انه انتو تريدون هذا الشي. هذا الشي هو اللي ساعدني. هو اللي خلاني. اه يعني سويت محاضرات بالجامعة. اخذت من وقتي على فكرة مثلا يوم الاربعة. شنت اجي انا ما ادي داوم يوم الاربعة. ابدا. اه اجي على موتكم. اوكي? ومو مو مأناة انه قاعد اذلكم على هذا الشي لا. وانما كنت اتونس في هذا الشي. كنت استمتع. كنت افعل هذا الشي على مدآني. مو على مدآنتو بس. اوكي? ولكن لو ما انتم ما اسوي. طيب. وهسة اني قاعد اسوجي لكم هذا الفيديو. وبعد ان اكمل هذا الفيديو. رح اشعر بارتياح نفسي كلش حلو. ليش? قاعد اساعد غيري. قاعد اساعد غيري. ومساعدة الغير شي جدا حلو. جدا حلو. انه يحسسك انه انت اه يعني الى قيمة. الى قيمة وقاعد تفيد الناس. خليك محبوب بين الناس. والناس يحبوك. تخيل انت لو كل اللي يجي ما تساعده. مع انه كل اللي يجي يطلب منك ما تبطيب. انت عندك. عندك هواية للكل. هذا الشي يعني شون تحترون نفسك? صراحة ما عارف. وصورة على هاية اللهجة. بس هو فعليا هو هذا. احنا غازم نساعد بعض ما. ومتقول انه انت قاعد شايف الناس اه على قولة اخويا يقولي انه انت شايف الحياة وردية. لا انا مو شايف الحياة وردية. هي الحياة فعلا سودة مو وردية. يعني اشوف الحياة سودة. بس اني اني القرار هي. انه عيش هاي الحياة السودة واني مبتسم. ولا عيش هاي الحياة السودة واني مكشر. هالقرار لي. من اشوف الناس اقول ان الناس ما مستاهلة. يعني ما قاعد يسوي على مدى الناس. اوكي فعليا اكو اشخاص راح يستفادون ادري. اذا خلي يتخربت. اكو اشخاص قاعد يستفادون. واكو اشخاص مستعد ابطيهم عيوني. ما عندي مشكلة بهذا الموضوع. ولكن بنفس الوقت اكو نماذج هواية ما يستفادون. او ما يفيدون. او هذا اللي اني قاعد اسويه. يعني حراماتي ضيع بيهم. اكو هاي الفكرة عدنا موجودة كل احنا. وموجودة بالمجتمع. طيب اوكي بس اني ما قاعد اصفل هذا الشيء على منتدى ولا الناس. الهواية لي ما يستغلونه بس. لا. اني فعليا قاعد اصفل نفسي. هاي جزء مهم. اني قاعد اصفل نفسي فعليا. الناتج طبعا لو مضى للناس اني ما اسويه بس بالنهاية اني هم قاعد اصفل. هذول فرصة. ذول فرصة من يجي واحد يطلب مني المساعدة. هاي فرصة. فرصة انه اتعلم شي جديد. فرصة انه ابطور. هذا شيء ايلي. ايلي. هسا انا قاعد اقدر اقوم اياكم انتم ميتين طالب او اكثر. اقوم اسوي بريزنتيشن. اوكي? واني الطالب سنة اولى. هذا الشيء شيء لطيف. اعتقد الكل يتمنى انه يحصل على هذا الشيء. هذا الشيء لطيف. قاعد هسا اني عندي امكانية انه ابدي اشرح المحاضرة واكو طلاب وهو يقولولي انت تشرح المحاضرة افضل من الدكتور. افضل من بعض الدكاترة. اوكي? يعني هذا الشيء هذا هو شيء حلو. طيب انا شون اوصل لهذا الشيء اذا انا ما ساعد الناس. اذا اعضل اقرأ بس النفسي. ما اوصل لهذا. ما اوصل لهذا. انا هسا حتى يعني حتى اشرح لكم المحاضرة. اول شيء ما كنت متصور انه الساوند راح ابلش بها من صفحة واحد الصفحة سبعة خلصها بنفس اليوم وسجلها بنفس اليوم. ما كنت متصور. ما كنت متصور صراحة. كنت شايل لها هامشو راح اقراها. اوكي? ليش? لانه عجوزي. انا عجوزي كلش. شايل لها هامشو راح اقراها. راح يعني خليت ببالي هسا هاي هماتين مرة راح اقراها وراح ادخل امتحنوني مقره. يجخل ببالي. بس من انتم من ساعدتكم من قدمت لكم هذا القليل. اوكي? شفت انه هذا الشي دفعني. درست المحاضرة وراح اكملها. هسا صرت مجبر انه اكملها. فهذا الشي مو بحب ذاته هذا شيء لطيف. هذا شيء جميل بالنسبة الي. اكيد هذا فائدة الي. واضح. سوري انه اطلت. وسوري ان هذا الفيديو اعتقل ما اعرفش قد تصارف. اصراح يمكن ساعتين. يمكن ثلاثة ما ادري. بس ان شاء الله هذا الفيديو يكون دردشة. خلوا طبعا ان تكرزوا حق. اوكي? وسمعوا هذا الفيديو. وشكرا على استماعكم. او يعني يمكن ما تستمعون لنا هو واي صعر. بس اه شكرا جزيلا على استماعكم للي راح يستمعون. وان شاء الله يا رب التوفيق اشتركوا في القناة.